السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله الفيديو ده والفيديوهات اللي جاءت بفيديوهات منتعة جدا. هناخد حاجة مهمة جدا في كورس الكنترول تيري اللي هي البي اي دي تيونيج. زي ما احنا عارفين يا شباب ان التيونيج معناه ان انا عاوز احدد البرامتر بتاع البي اي دي كنترولر. لو انت سمعت المحاضرة الاخرانية هتعرف ان المشكلة الكبيرة او في البي اي دي كنترولر ان انت تحدد البرامتر بتاعته اه مزبوط. طيب تعالوا كده. اه نشوف معادلة البي اي دي كنترولر ونعرف البرامتر بتأثر فيه اصلا عشان كده تحديدها بيعمل مشكلة كبيرة. او تحديدها بيكون صعب. احنا عارفين كلنا ان البي اي دي كنترولر لي اه لي صغطين. عندك الصيغة اللي هي اه البراليل. البراليل فور. اللي هي ايبا. اللي هو الكنترول سيجنل بتاع البي اي دي في حالة البراليل. عارفين ان هو بيساوي كي بي اي اوف تي زائد اه كي اي تكامل اي اوف تي دي تي زائد كي دي في اه دي اي بايد دي. طيب في حالة السيريز. في حالة السيريز احنا عارفين برضو. ان اليو. اه بي اي دي. بتساوي كي بي في اي اوف تي. زائد. اه كي بي. في كي اي. في تكامل اي اوف تي. دي اوف تي. زائد. كي دي. كي بي. دي اي بايد دي. طيب. دي معادلة البي اي دي كنترولر في حالة البراليل ودي معادلة في حالة السيريز. طيب لو انا قلتلك. اكتب لي مثلا المعادلة اللي هي في البراليل دي. تكتبها لي في الاس دومين. يبقى عندك دلوقتي اليو في اس. هتساوي. هتساوي كي بي. في اي وفي اس. زائد. عندك الكي اي. على اس. في اي وفي اس برضو. زائد الكي دي. في الاس. في اي وفي اس. لو انت وحط المقامات. هتلاقي ان تحت في المقام هتلاقي عندك اس. اه وهتلاقي ان الباست بتاعك دي. اس تربيع زائد. اه كي بي. في اس زائد. اه كي اي. يبقى بالتالي يا شباب. اه البيئة دي كنترولر المعادلة بتاعته. المفروض ان هي بتضف لك في في السيستم بتاعك او بتضف لها على السيستم بتاعك. بتضف لك بول عن الزيرو. وبتضف لك اتنين آآ بول آآ كونبليكس كونجيكت مع بعض كده. تمام? طيب. دلوقتي انا عندي البلوك دياجرام بتاع الكنترول عموما. بتحط الكنترولر بعد كده السيستم بتاعك. بعد كده وترجع على وبعد كده تدخل بتاعك وهكذا. تمام? ده ايه الصيغة العامة اه. طيب احنا عندنا البيئة دي كنترولر دلوقتي بيضيف على السيستم بول تمام? عند الصف وكمان اتنين بول كونبليكس كونجيكت. قصدي اه انا اسف المفروض ان هو بيضيف اتنين زيرو عشان ده في البسط لو حللت المعادلة التربعية اللي في البسط دي هتديك اتنين زيرو تمام? وبيضيف لك بول اللي عنده الصفر. فالاتنين زيرو اللي البيئة دي بيضيفهم والبول ده المفروض ان هو بيضيفهم على السيستم. طيب انت هتضيف اتنين زيرو وبول على السيستم. فمعنى كده ان خصائص السيستم ده نفسه هتضير. بعد كده ان شاء الله لما ندرس الطريقة الطريقة بتاع الروت لوكس هتلاقي ان السيستم ده من جوه عبارة عن بولز وعن زيروز. تمام? الزيروز اللي هي الاصفار بتاع البسط والبولز اللي هي الاصفار بتاعة المقام. طيب انت عندك البلاند بتاعتك عبارة عن زيروز وبولز. فلما انت تضيف عليهم زيروز وبولز جديدة. اكيد طبعا السيستم بتاعك اداءه هيتغير. فانا عاوز اختار او احدد المكان اللي هتتحط فيه البول والاتنين زيرو دول بحيس يديني افضل اداء للايه? للسيستم بتاعي. طيب عشان احدد مكان الزيرو الاتنين زيرو دول ومكان البول ده. هلاقي ان ان مكانهم اصلا بيعتمد على زي ما انت شايفين كده على الكي دي وعلى الكي بي وعلى الكي اي. يعني انت لو حللت المعادلة التربعية اللي في البسط دي هتلاقي المجاهيل الوحيدين اللي فيها اللي هو الكي اي والكي بي والكي دي. لو عرفتهم يبقى خلاصة اقدر احل المعادلة واحدد مكان الزيرو الاتنين زيرو بالزبط. تمام? وكده كده البول التالت معروف ان هو عند الصفر. طيب. يبقى بالتالي اصبح ان البيئة دي كنترولر اه مشكلته الوحيدة دلوقتي ان انا احدد الكي بي والكي اي ليديني او يديني للسيستم بتاعي يكون كويس او انا عاوز. طيب. تحديد التلاتة برامتر دول. تمام? بيسموهم التيونينج ميسود. تيونينج ميسود. طيب. التيونينج ميسود للبيئة دي لها طرق كتير جدا. حتى نفسه بيستخدموه عشان يعمل تيونينج للبيئة دي. طيب تعالوا ناخد ملخص صريع كده لطرق التيونينج المختلفة. عشان بعد كده يبقى ده ما ارجع لك تبقى عارف آآ الطرق اللي انت هتستخدمها لما يكون عندك معين آآ وعاوز تعرف هتستخدم اني طريقة بالزبط. فترجع للجايد اللي انا هعمله دلوقتي ده. فهتعرف انت هتستخدم اني طريقة. اول حاجة انت دلوقتي انت عندك السيستم بتاعك قدامك كده. فاول حاجة هتشوف السيستم بتاعك ده. هل السيستم بيتصرف بطريقة كويسة ولا السيستم فيه مشاكل? يبقى اول حاجة هتسأل نفسك السؤال ده. هل السيستم بتاعك? سيستم? يعني سيستم بتاعك ده مسلا. هل فيه? يعني ايه فيه يعني انت اصلا مش قادر تتوقع الخارج بتاعه انت بتديله دخل بس مش قادر تتوقع الخارج هيخرج ايه? تمام? مفيش علاقة من الدخل والخارج. تمام? طيب تاني حاجة يا شباب. السيستم اصلا في الاوبن لوب. في الاوبن لوب بتاعه. السيستم بتاعك بيكون انستيبول. يعني لما تدي له مسلا خمسة فولت بتلاقي السيستم اصلا انستيبول في الاوبن لوب من غير ما تحط عليه كنترول. او مسلا لو السيستم بتاعك فيه دلي كبير. يعني انت بتدي السيستم بتاعك عشان يشتغل يشتغل بعدها بساعة مسلا. في الحالة دي يا شباب طرق التيونينج العادية ما تنفعش. بنستخدم حاجة اسمها ودي احنا مش نتعرض لها في الفيديو ده. يعني بالتالي ده لو السيستم بتاعك ما بتصرفش كويس. طيب لو السيستم بتاعك بيتصرف كويس. ما فيهوش نان لينيارتي عالية. ما فيهوش دلي كبير. اه هو في الاوبن لوب اصلا اه استيبول. تمام? يبقى بالتالي اقدر ان انا ايه? استخدم معاهي اللينيار كنترولر زي زي البي اي دي. تمام? اه وبالتالي اقدر ان انا اعمله تيونينج. طيب طرق التيونينج بقى بتنقسم لقسمين. ايه كده? تقسمها لقسمين. اول حاجة. لو انت معاك المودل بتاع السيستم بتاعك. يعني انت لو انت معاك مطور. والمطور ده انت معاك المعادلة بتاعته اللي بتعبر عنه. اللي هي زي مثلا الترانسفير فونجشن زي الستيتس بيس. زي اي حاجة بتعبر عن ايه? الانظمة العملية. لو انت معاك المعادلة بتاعت المطور. هتستخدم اه الطرق بتسمى المودل بيزد ابروش. وهنستعرض بعض انواع الطرق دي دلوقتي. طيب. لو انت مش معاك المودل. لو انت دلوقتي مش معاك مودل للسيستم. يعني انت معاك المودل العملي. تمام? بتستخدم ايه? بتعمل تيونينج او بتعمل ديزاين للكنترولر بتاعك. تمام? اه باستخدام الفيزيكال سيستم. يعني انت هتعمل تيونينج للبي اي دي باستخدام السيستم العملي اللي انت بنين نفسك. طيب لو انت معاك السيستم العملي في ايدك مسلا مطور. وانت موصل عليه بي اي دي كنترولر. فانت ممكن تزبط البرامتر بتاعتك. يعني ممكن كده ايه? تغير البرامتر بتاعتك بايدك. يبقى تشينج برامتر يعني ممكن تقعد تغير في تغير في تغير في تغير في لحد ما تحصل على اللي انت عايزه. تمام? او برضو لو انت مسلا السيستم بتاعك ما ينفعش ان انت اه تقعد تلعب في البرامتر بتاعته يعني لو سيستم حساس شوية. فانت ممكن تستخدم اه طرق اسمها الهيريستيك مثل. زي ايه بقى الهيريستيك مثل ديت? دي اه زيجلر ونيكلز اللي احنا هنخطه من النهاردة ان شاء الله. زيجلر وعندك نيكلز. وعندك طريقة تانية اسمها الكوهن كون. ولكن الطرق ديت اللي هي زيجلر او كوهن كون بتاديك حاجة اسمها يعني تخمين ابتدائي للبرامتر. يعني مش بتاديك اه الايه مش بتاديك اللي انت عايزه بالزبط. بتاديك حاجة قريبة منها. تمام? وانت بعد كده برضو تبتدي تغير شوية كده بايدك مانوالي لحد ايه ما تحصل على اللي انت عايزه. يعني الطرق اللي قدامه دي اللي هي زيجلر ونيكل وكوهن كون ديت. بتعمل ايه? بتديك مسلا برامتر ابتدائية تبدأ ان انت اه تغير بعدها شوية فتحصل على اللي انت عايزه. طيب لو انت معاك السيستم العملي اللي قدامك ده. تمام? ممكن ممكن تحصل على الموديل بتاعك من السيستم العملي باستخدام الفيرست اه برينسبل اللي هي مسلا اه بتطبق القانون مسلا بتاع الجرانش اللي هي معادلات الجرانش بتطبقها على السيستم الفيزيائي اللي عندك ده. فتحصل على المعادلة بتاع المعادلة الرياضية بتاعة الموتور او اي حاجة انت عايزه. تمام? طيب لو انت مسلا معاك برضو السيستم العملي ممكن برضو تحصل على الموديل من خلال الامبوت والاوبوت داتا عن طريق اه طريق اسمها ايدنتفيكيشن. فانت ممكن من السيستم العملي تحصل على مين? تحصل على الموديل الرياضي بتاعك. طيب دلوقتي انا عندي مسلا الموديل الرياضي بتاعها هو. وعاوز دلوقتي اعمل تيوننج لي البرامتر بتاع البيعي دي.urun lógك اتا عندك طريق ايه? اول حاجة عندك طرق اسمها المانوال تيوننج. يبع عندك المانوال تيوننج وعندك الاوتوماتيك تيوننج زي البول بلسمند وزي طريقة اسمها اللوب شيبنج. اللوب شيبنج Flight دي بتستخدم طريقة فيها اسمها او حاجة اسمها هنعرف الحاجات دي بعد كده او ممكن برضو باستخدام الموديل الرياضي تستخدم يعني ممكن تاخد الموديل الرياضي بتاعك على المتلاب وتطبق عليه طريقة زيجلر ونيكل فتحصل على البرامتر بتاعتي طيب ايه بها قبل ما نلقل على برضو انتهينا في دي بتحصل على يعني تخميل ابتدائي للبرامتر وبعد كده انت برضو بترجع تزبط بمين تزبط بايدك طيب بعد كده عندك المفروض ان هي دي بيقول لك ان هي بتدي بتاع يعني تدي قيم مزبوطة جدا للبي اي دي كنترولر ولكن بتحتاج برضو ان انت تلعب كده في البرامتر بايدك حاجة بسيطة لحد برضو ايه ما تزبط يعني في النهاية خالص حتى لو انت استخدمت طرق بتحتاج برضو بخبرتك في استخدام البي اي دي كنترولر ان انت تغير قيمة بسيطة جدا بحيس تزبط لك اللي ايه تزبط لك بتاعك بالظفر فده ملخص سريع لكل طرق احنا ان شاء الله هندرس النهاردة اه طريقتين للعالم اللي هو اسمه زيجلر اه والعالم عشان ما نطولش الفيديو ده اكتر من كده خلينا بقى نتكلم في الفيديو الجاي عن طريقة اه زيجلر ونيكل الطريقة الاولى والطريقة التانية وهنشوف امثلة عملية على الطريقة الاولى وعلى الطريقة التانية والسلام عليكم